الحية لأن الفيروس بينتشب بسرعة ده الفرق يعني عايزة أقول سيديك حاجة الإنفلوانزة العاطية أخطر الساس كان أخطر الإنفلوانزة تيور يعني فيها الإنفلوانزة أسوية بتاع الزمان يعني كلها كانت فيروسات أشد شراسة وخطورة من فيروس كورونا المستحدث لكن الفرق إيه؟ إن هنا الفيروس بيتكاثر بسرعة فبينتشب بسرعة هنا مشكلته فهو مشكلته في الانتشار لكن هو أقل خطورة من الفيروسات الأخرى الدليل على كده حدث إيه؟ إن نسب الوفيات بالالفلوانزة الموسمية أعلى منه لكن ده أقل ولكنه بينتشب بسرعة نشوف انتشاره حسب الصين في حاجة بسيطة كتير المواجهة مع النفس مع الإعلامي أحمد سالم الجمعة في الساعة الحادية عشر مساء على القاهرة والناس أهلا بكم في العاصمة